السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء القناة المدرسة الربيعية مرحبا بكم في الحصة الثالثة والرابعة من دروس الوحدة الأولى للسنة الثانية من التعليم الابتدائي في مادة النشاط العلمي عنوان الوحدة الحواس عنوان الحصة بالسمع أميز الأصوات الهدف من الحصة الثالثة هو تعرف وظيفة حاسة السمع ألاحظ وأتساءل أكتشف كيف تعرف مصطفى صوت أمه رغم اختلاطه بأصوات أخرى أنجز ألاحظ الأطفال ثم أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة حاسة السمع حاسة البصر أتعرف صوت الصفارة بواسطة حاسة السمع أستخلص أكتب استنتاجي أميز الأصوات بحاسة السمع كلمات مهمة سمع أوي صوت صن حاسة سانس أستثمر أكتب تحت كل رسم صوت مزعج أو صوت غير مزعج الصورة الأولى عصفور يغرد صوت غير مزعج الصورة الثانية كلب ينباح صوت مزعج الصورة الثالثة عامل يحفر بآلة الحفر صوت مزعج الحصة الرابعة عنوان الحصة اختلاف الأصوات الهدف منها تعرف الأشياء انطلاقا من صوتها ألاحظ وأتساءل أبين كيف يتتعرف مصطفى مصدر الصوت الآتي من المطبخ أنجز ألاحظ الرسم ثم أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة من لمسها من صوتها بحاسة السمع أسمع أصوات مختلفة أتعرف الأشياء دون رؤيتها انطلاقا من صوتها أستخلص أكتب استنتاج تختلف الأصوات باختلاف مصادرها كلمات مهمة صوت صون مصدر أستثمر أكتب اسم الصوت تحت مصدره نباح مواء نهيق صياح الصورة الأولى صورة الكلب نباح الصورة الثانية صورة ديك صياح الصورة الثالثة صورة قطة مواء الله أكبر الله الصورة الرابعة صورة حمار نهيق شكرا لكم أصدقائي على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته